هبتدي معاك يا هاب يعني يمكن الايام بتجري طبعا انت من اللعيبة اللي تعرضت لضغوط كبيرة والحمد لله قدرت تدوس عليها وتعدي وتكمل من اصابة لإقاف يعني كان يعني صعب ومفاجئ ليك على مستوى العالمي يعني الاكتر من سنة ولكن انت كل ده الحمد لله رب العامين تغلبت عليه كورونا كل ده تغلبت عليه وقدرت الحمد لله تتقلل الومبيات تكلم وقل لنا مشوارك للتقلل الومبيات جزاي عملت ايه شتوصل الومبيات بص هيك هو مشوار الومبيات هو التأهيل بالنسبة لنا حتى ممكن مصطفى يتفع معنا التأهيل بالنسبة لنا مش حاجة صعبة خالص احنا عندنا طريقين نتأهل بهم اول واحد انها تأهيل رقمي تاني حاجة عن طريق الرنك ان نتلعب خمس ماتشات كبار ترمي فيهم رقم كويس تقدر تتأهل الومبيات او بطولة العالم الماتشات دي بتبقى ممكن تبقى محلية وعالمية ولا لازم تبقى عالمية بالضبط ايه ممكن تكون هنا وبره بس هي بتبقى حسب الكاتيجر بتاعها طبعا احنا عندنا هنا ماتش الجمهورية هو البوب علي البوينت الأكبر بعد كده افرق بطولة العالم الحاجات دي كلها الحمد لله انا السنة اللي فاتت ربنا قدرني ان انا لعبت كام ماتش كويسين بان انا دخلت فاينل السنة اللي فاتت روحت بطولة العالم وكنت متطبت ان هناك واتأهلت ولعبت ماتشات فوروب باكس بتها والسنة اللي فاتت لعبت كويس يمكن السنة دي انا ملعبتش ولا ماتش السنة دي واعتبر بسبب ان انا كنت مصاب وبعد كده كان فيش وقت مشاكل في رؤيات فنية وحاجات زي كده فملعبتش بس انت تأهلت وكنت خلاص من السنة اللي فاتت انا كيكا متأهل بس خلاص دي كان اهم شيئة بص صراحة يا كابتن احنا عندنا المشكلة التأهيل مش صعب احنا لعبة رقمية واحد زائد واحد يساوي اتنين ممتاز يعني انت بس عشان تجيب الرقم ده برضو انت محتاج يعني محتاج تتركز مع نفسك هي دي بقى كانت هي دي بقى النقطة الفصلة اللي بتفصل اي لعيب عن الماداليا ازاي اعمل تخطيط سليم ازاي اقدر ان انا جيب ماداليا ده احنا مفتقدينه شوية بس احنا نقدر نقول ان اللي مخلي التأهيل بالنسبة لنا شوية سهل بشوية ان احنا شايفين ان هو مش صعب علينا بالنسبة لنا بسبب ان احنا فيه فيه دعم مختلف تماما يعني فيه دعم من النادي الاهلي من عقود وا 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 وحاجات وكل التمرين موفر اماكن تمرين موفر ادوات موفر حاجات كتير اللي هي الاساسيات اللي هي تقدر تشتغل عليها محتاج احتاج تماما اه طبعا الرعاب نشكرهم برضو اه بيجي بقى الدور الاكبر ده اللي احنا مفتقدينه بقى اللي هو الاتحاد اللي هو الاتحاد اه يعني انت يمكن المجهود الشخصي اكتر شوية اه طبعا انت موجود شخصي وموجود مع النادي الاهلي وموجودك مع النادي الاهلي انما الاتحاد يعني مدلكش الامكانيات او مدلكش الاعداد اللي انت كنت منتظر بصها كابتن انت حقيق هي دايرة لازم كل واحد لي دور يقوم بدور انت كله بيقوم بدور وفيه خلل لا لا مستغرب له كابتن يعني انت الابطال اللي مبيهين في العلاب الكوة هم معدودين على اصابع اليدين ماشا اقوله اقل من عشر لعد فالنهاردة انا لو صرفت على كل واحد اصف عليه كاب يعني انا النهاردة لما بصفر فريق كورة يقعد خمسة وعشرين يوم برا هو هو سفرية واحدة ممكن تكفي تغطية او اعداد جيل كامل من العاب الكوة نacionير كثيرا اضافةコارد ما النقارب ازاي الاتحادات مش اجرا او الا spawn الساعداء من اضافة صار لصر 그 من الحقوي انا اقولواح هي كواع هي الفكرة كلها انت احنا كان لقوي اننا هناك فكرة اننا ان احنا نتاهم وفكرة إن إحنا بنجيب مديليات وفكرة إن إحنا بننافس. بعد كده جاءت فترة بقى فيه مصطفى الجمل بنفس على مديليا. بقى فيه حسو عمد الجواد. بقى فيه أسرفات حفافيها فيه أمر فيه إسراء فيه. فجأة بقى فيه طموح إن إنت بتنافس على مديليا. بعد كده جاءت تحاد جديد. مفروض إن إحنا بنكمل على نفسنا هذا النعك. الفكرة إن الاتحاد التاني مقتنع إنه حاطة سيستم. وإحنا مش عارفين ندخل جوه السيستم ده. تمام؟ هي الفكرة إنه هو فين السيستم؟ بالزبط. يعني السيستم لازم ييفرز في الآخر أداد. هو فين السيستم؟ شاركت في كم بطولة الاتحاد بدهاني شاركت في كم منافسة. فين السيستم؟ إنت بتوله أنا حاطة السيستم. فين السيستم؟ طيب فين المدرب؟ فين المعسكر؟ طيب حضرتك أنا طريق المديليا ده فيه كامل عيب جوه في المتحاد. في طريق المديليا ده أنا قدرت أوصله. يعني أنا قدرت أروح إن أنا أجيب مديليا. قدرت أروح إن أنا نافس من أول خمسة من أول أربعة. قدرت أروح كسعالة ما أجيب أول. قدرت أجيب تاني. فإذا أنا عارف الطريق. وإنت ما تعرفوه شواء جديد عليك شوية. فممكن تقعد معي تقولي كذا فأنا أقولك. أنا أعملت كذا فأنت أعملت كذا. ففي الآخر خالص نطلع بفكرة. دي بقى المشكلة اللي مش موجودة عندنا في الاتحاد. غير إنها ديكتاتورية. هو أنت هتعمل ده يتعمل ده ما تعملش. وكمان هو لازم يكون فيه يعني كلام مع اللعب. وده إحنا الحقيقة مش لمسينه معك بس الحقيقة. لمسينه مع اتحادات كتيرة. فيه اتحادات زي الرماية وزي اتحادات زي الخماسي. وغالة بشكل كويس. ولكن للأسف حتى الآن يعني برضو اتحاد علعب القوة محتاج شغل. محتاج إن هو يقدر يرعى اللعيبة اللي موجودة معاه.